السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السدود من أهم المشاريع الهندسية في العالم لأنها بتساعد في تحويل مجرى الأنهار وتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للزراعة وللشرب النهاردة هنتكلم عن سد بيعتبر من أعظم الإنجازات البشرية هنتكلم عن أكبر سد في العالم سد الممرات الثلاثة سد الممرات الثلاثة هو أضخم سد تبنى على الكرة الأرضية خلينا أقولك أن الحديد اللي استخدموه في بناءه يبني 63 برج إيفي تخيل سد زي ده بينتج كهرباء قد إيه السد بيولي الطاقة كهرومائية بقدرة 22500 ميجاوات وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل هتقولي هو السد ده فين السد موجود في الصين على نهر ينجستي ونهر ينجستي هو أطول نهر في كارة آسيا وتالت أطول نهر في العالم نهر ينجستي معروف بالفيضانات المدمرة اللي كانت بتقتل وتشرط كتير من الناس هناك كانت أكبر كرسة بسبب نهر ينجستي حصلت سنة 1931 وقتها حصل فيضان مدمر قتل 4 مليون شخص وشرد الملايين بعدها الصينيين فكروا أنهم يبنوا سد على نهر ينجستي عشان يمنع الفيضانات دي وعشان يوفر لهم مياه يستخدموها في الزراعة وكمان يستخدموه في توليد الطاقة الكهرمائية وفي سنة 1919 بدأ يظهر أول تصميم للسد وفعلا بدأ التنفيذ لكن سنة 1939 احتلت اليابان الصين ووقف بناء السد وبعد فترة طويلة من الحروب اتحررت الصين لكن دخلت بعدها في حرب أهلية وفي سنة 1993 بدأت الصين في بناء أكبر سد في العالم وبعد عشر سنوات وفي عام 2003 تم افتتاح سد الممرات الثلاثة خلينا أقولك أن طول السد 2335 متر وعرضه 181 متر وارتفاعه 181 متر يعني مبنى مكون من 60 طابق وأعلى من هرم خوفه اللي ارتفاعه 139 متر تكلفة بناء السد 37 مليار دولار أمريكي وشارك في بناءه 20 ألف عامل استخدموا في بناءه 510 ألف طن من الحديد كمية الحديد دي تبني 63 برج زي برج إيفل واستخدموا 27 مليون متر مكعب من الخرصانة والكمية المهولة دي من الخرصانة تبني 7 سدود زي سد هوفردام الأمريكي الضخط والأغرب من كده أنهم لو فردوا كمية الخرصانة دي على الأرض تعمل حزام عرضه متر يلتف حول الكرة الأرضية سد بالضخمة دي كان لازم يكون وراء بحيرة ضخمة جدا بحيرة السد توصفت بأنها من أكبر خزنات المياه في العالم ساعة البحيرة 40 مليار متر مكعب وطولها حوالي 600 كيلو متر وعرضها من 1 إلى 2 كيلو متر وزن المياه المتخزنة في البحيرة وصل لـ 43 مليار طن وصلنا الجزء مهم جدا توليد الطاقة السد بيعتبر أكبر محطة كهرمائية في العالم لأنه مزود بـ 32 توربينة عملاقة لتوليد الكهرباء بكوة 700 ميجاوار ده بالإضافة إلى تقنيات متطورة للتحكم في تدفق المياه حجم إنتاج الكهرباء من السد بيصل إلى 22500 ميجاوار خلينا أقولك أن حجم إنتاج الكهرباء المهول ده بيزيد كل سنة يعني في عام 2003 وصل الإنتاج السنوي إلى 39.1 مليار كيلوات وبعد 7 سنوات وفي عام 2010 وصل الإنتاج السنوي إلى 84.4 مليار كيلوات وفي عام 2012 وصل الإنتاج السنوي إلى 98.1 مليار كيلوات وفي عام 2019 وصل إلى 111.8 مليار كيلوات ومع كمية الطاقة الكبيرة دي وصلت الصين انها بتنتي الكهرباء اكتر ما بتستهلك واصبحت من اهم الدول اللي بتصدر طاقة في العالم ومع كل الامكانيات الضخمة دي للسد وبعد فترة من بنائه حصل فيضان ضخم في الصين وبسبب الفيضان ارتفع نهر يانجستي لاعلى حد سجله من 60 سنة الفيضان ده تسبب فيه اضرار لـ 55 مليون شخص ووصلت الخسائر الى 144 مليار دولار الناس شافت ان السد مقدرش يقف قصاد الفيضان وحصل انتقاضات كتير للحكومة الصينية اللي صرحت وقالت ان الفيضان ده كان قوي جدا ولولا السد كان حصل كرسى كبيرة داخل الصين اكيد السد ليه تأسيرات ايجابية واكيد ليه تأسيرات سلبية التأسيرات الايجابية السد بيوفر المياه الكافية للشرب وللزراعة ومن ضمن الايجابيات حجم انتاج الكهرباء من السد بيصل الى 22500 ميجاوات وده بيوفر الكهرباء الاكتر من 60 مليون شخص وكمان السد بيعتبر مصدر هائل للطاقة النظيفة والمتجددة لانه قلل الاعتماد على حرق الفحم لتوليد الكهرباء بمعنى الكهرباء اللي بينتجها السد تعادل حرق 49 مليون طن من الفحم تخيل 49 مليون طن من الفحم دول لو تحرقوا هيطلعوا قد ايه من ثاني اكسيد الكربون والاهم من كل ده قبل بناء السد المنطقة كانت بتعاني من فيضانات مدمرة بسبب نهر ينجستي وبعد بناء السد قدر انه يتصدل الفيضانات دي وبدأ ينظم تدفق المياه وكمان السد قدر انه يخزن كمية كبيرة من المياه العزبة وده بيساهم في توفير مياه الشرب والزراعة في المناطق المحيطة ومن ضمن الايجابيات بعد بناء السد اصبح وجهة سياحية مهمة جدا في الصين وكمان سهل الملاحة على نهر ينجستي وده ساهم في تنشيط التجارة والنقل بين المناطق داخل الصين وكمان عمل تنمية اقتصادية داخل الصين لانه خلق فرص عمل جديدة ونخشط الاقتصاد اما التأثيرات السلبية السد اثر بالسلب على النظام البيئي للنهر لضرقة انه تسبب في انكرات بعض الحيوانات والنباتات ومن ضمن سلبيات بناء السد انه ادى الى تشريط ملايين الاشخاص من كراهم ومنازلهم وارضهم الزراعية وبسبب الحجم المهول للسد والمياه المتخزنة خلفه في احتمالات لزيادة فرص نشاط الزلازل في المنطقة وفعلا مع الوقت بدأ يحصل انهيارات ارضية وطبعا سد ضخم زي ده بيحتاج صيانة دورية وده مكلف جدا وبسبب تراكم الرواصب والملوسات في الخزان ادى الى تظاهر جودة المياه وده اثر سلما على الحياة المائية والصحية سد الممرات الثلاثة مش بس اكبر سد في العالم لكنه دليل على قدرة الانسان على مواجهة التحديات وتحقيق المستحيل ورغم كل اللي قلناه بيجدل بسبب سد الممرات الثلاثة لان فيه ناس بتشوفوا انجاز عظيم وفيه ناس بتشوفوا كرسة بيئية الحقيقة الموضوع معقد ومش سهل اننا نقول ان السد ده كويس او وحش بعد ما سمعت كل الكلام ده ايه رأيك بيسد الممرات التلاثة؟ مستني رأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة